ايه تاني عايزين نتكلم فيه؟ الحقيقة المباراة كان فيها احداث كتيرة جدا جدا وكلام كتير جدا جدا هنتكلم فيه زي ما قلتلكم النهاردة عندنا في الجزء التاني ان شاء الله هنتكلم فيها هنتكلم مع كريم سعيد واحمد ثابت عن ايه اللي حصل مبارح وازاي النادي الاهلي قدر يكسب نادي الدحيل القطري وانا بتكلم مع حضراتكم كده برضو افتكرت في بعض الناس قبل المباراة كانت بتقول كلام وبعد المباراة بتقول كلام تاني طبعا هم بعض من لا يشجع النادي الاهلي بالمناسبة يعني المفروض يعني انت لما تبقى لعيب كرة واعلامي لما تطلع تتكلم تبقى عارف ان انت الكرة فيها كل شيء ممكن تكسب ممكن تتغلب ممكن تتعادل ممكن تعمل اي حاجة ولكن ان انت تقول كلام قبل المباراة وبعدين تقول كلام عكسه بعد المباراة لمجرد ان انت عايز تقلل من فوز النادي الاهلي مبارح اعتقد ان ده كلام مفقوس قوي وواضح قوي كلام اللي انت قلته او اللي بيتقال قبل المباراة الديحيل ده فريق عظيم فريق كبير يقدر يكسب اي حد ويقدر يعمل اي حد عنده لعب برازيلي ولعب كيني ولعب مش عارف منين ولعب من كذا ولعب من كذا بعد المباراة تيجي تقول ايه اه اصلي الديحيل ده فريق على قده وفريق كذا لا نادي الديحيل فريق محترم فريق جيد فريق يملك لعبين جيدين جدا فريق يملك مدير فني جيد جدا بالمناسبة يعني وانا بتكلم فالموضوع بالنسبة لي حاجة غريبة لو واحد بيشوفها عمرك ما هتعرف تقلل من فوز النادي الاهلي مبارح عمرك ما هتعرف تقلل لان انت ما تعرفش ايه اللي بيحصل في كاس العالم للاندية اتمنى اتمنى ان انت في يوم من الايام تعرف ايه اللي بيحصل في كاس العالم للاندية احنا ست مرات دي المرة الساتة اللي بنشترك فيها في كاس العالم للاندية مرة خدنا رابع ومرة خدنا ثالث ومرتين ثلاثة ما كناش كويسين وخدنا سادس بس اشتراكنا في كاس العالم ست مرات لان احنا كنا ابطال القرى ست مرات خلال الالفية دي فلما تعرف يعني ايه كاس عالم هتلاقي نفسك بتتكلم بمنطقية اكتر بمنطقية اكتر لكن ان انت تقول كلام قبل المباراة وكلام تاني بعد المباراة او عكس الكلام بالمناسبة سوري انا قاسف انت قلت يمين قبل المباراة يعني بتقول ان الدحيل وحش او كويس قوي قبل المباراة بعد المباراة بتقول الناس للدحيل ده فريق وحش فريق على قده طبعا ده كلام مش منطقي وما حدش هيصدقك ومش هتعرف تقلل من قيمة وانجاز النادي الاهلي اللي معمول مهما حصل على فكرة بقى الايام اللي جاية مهما حصل الايام اللي جاية محدش هيعرف يقالل الانجاز النادي الاهلي لان انجاز النادي الاهلي في الوصول الى كأس العالم للاندية اللي سادس مرة في تاريخه هو ده الانجاز هو ده الانباراة وانا بشوف طهر محمد طهر هو بيتكلم الحقيقة في احدى القنوات وهو بيتكلم بيقول انا سعيد جدا بوجودي في كأس العالم الاندية ايمن اشرف نفس الكلام حسين الشحات نفس الكلام الناس كلها الحقيقة مبسوطة جداً بوجودهم في كأس العالم للأندية وبالمناسبة فيه مصريين كتيرة جداً من اللي ما بيشجعوش النادي الأهلي مبسوطين بشكل النادي الأهلي من أول الرحلة لغاية دلوقتي مبسوطين بالشكل اللي ظهر بيه النادي الأهلي من بدل والتزام ونظام وكل حاجة لغاية الناحية الفنية اللي كسب بيها النادي الأهلي مبارح هو ما بيشجعش النادي الأهلي بس مبسوط لأن النادي الأهلي هو ممثل مصر وممثل إفريقيا في كأس العالم للأندية مبسوطين بالشكل اللي ظهر بيه النادي الأهلي من بدل والتزام ونظام وكل حاجة لغاية الناحية الفنية اللي كسب بيها النادي الأهلي مبارح هو ما بيشجعش النادي الأهلي بس مبسوط لأن النادي الأهلي هو ممثل مصر وممثل إفريقيا في كأس العالم للأندية مهم جداً كنت أننا كنت أتكلم مع حضراتكم في هذا الموضوع علشان كل واحد يعرف هو فين كل واحد يعرف هو فين ما تتكلمش وخلاص ما تقولش أي كلام وخلاص ممهور النادي الأهلي مبسوط ممهور النادي الأهلي فرحار ممهور النادي الأهلي سعيد باللي بيحصل فبالمناسبة هو أنا كنت أقدر أعمل إيه أجيب الفيديو وإنت بتتكلم قبل وإنت بتتكلم بعد بس أنا ما بأعملش الحاجات دي مش من نوعية الناس اللي بتعمل هذا الموضوع لكن على السوشيال ميديا كل الناس عامل لك كل حاجة فلما نيجي نتكلم يا جماعة لو سمحتم نتكلم بمنطقية الناس بقيت عارفة كل حاجة وكل واحد عارف هو بيعمل إيه فعايزين نعدي بقى الأمور دي ونبتدي كلنا نقف خلف النادي الأهلي في مباراته القادمة لأنها مباراة صعبة بكل المقاييس مباراة صعبة بكل المقاييس تصريحات بيتس ومسيمان مبارح تصريحات كل اللاعبين بتتكلم على إن الضغط تشال من علينا ولكن عندنا مباراة صعبة جدا أمام باير نميونيخ يمكن من أصعب المباراة اللي اللاعبين دول حيلعبوها في تاريخهم لأن انت بتلاعب بطل دوري أبطال أوروبا اللي كسب بارشلونة تمانية اتنين وهم عاملين حاجات لطيفة يعني باير نميونيخ الحقيقة عاملين حاجات أو الصفحة الرسمية الحقيقة لباير نميونيخ عاملين حاجات لطيفة جدا عاملين شوية فيديوهات دي قديمة شوية ولكن معمولة فيديوهات لطيفة وفيديوهات بتتبعت للصفحة الرسمية للنادي الأهلي وحاجات كده لطيفة جدا هو ده الكلام وهو ده الإسلوب لما الكبار بيتكلمه بطل دوري أبطال أوروبا بيكلم بطل دوري أبطال أفريقيا فالصغارين يتدخلوا ليه الصغارين يتدخلوا ليه مش عايزين حد يتدخل الكبار لما بيتكلمه بيعرفوا يوصلوا مع بعض المنطق معين يقدروا يتكلموا بيه لسه حضرتك بعيد خالص بعيد انت اخر الصف فربنا يسهل ان شاء الله زي ما قلت لحضراتكم هنتكلم في أمور كثيرة وحنتكلم في موضوعات كثيرة وعندنا النهاردة هو الأهلي كسب ليه مبارح هو الأهلي كسب ليه مبارح والأهلي عمل ليه مبارح عشان يكسب هو بيتسو موسيماني بيغير التغييرات اللي غيرها دي ليه لانه ده فيه ناس كتيرة بتتكلم في هذا الأمر ولكن في النهاية الموضوع كله ايه انا كسبته ولا خسرت انا وصلت للقابل النهاية ولا ما وصلتش هو ده الموضوع وهي دي النتيجة اللي لازم كلنا نبقى فخورين ونبقى مبسوطين بيها أحيانا